يجتمع قادة الاتحاد الافريقي للمرة السابعة والخمسين من عمر اتحادهم لبحث التطورات التي تحيط بالقارة السمراء وإيجاد حلول لمشاكلها والقضايا الأمنية المحدقة بها والاقتصادية التي تعانيها شعوبها تحاول خمس وخمسون دولة في القمة السنوية للمنظمة الأفريقية المقررة يوميا الأحد والاثنين في أديس أبابا رفع شعار إسكات البنادق لخلق الظروف المواتية لتنمية إفريقية تحققت بالتأكيد تطورات مؤخرا في أفريقيا الوسطى والسودان لكن حصلت أزمات جديدة في الكاميرون إلى الموزنبيق تضاف إلى الأزمات التي تمزق دولا على غرار ليبيا أو جنوب السودان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي رسم صورة سلبية عن وضع القارة من الساحل الصحراوي إلى الصومال خلال اجتماعه بأزراء خارجية الدول الأعضاء قبيل القمة المنظمة الإفريقية تسعى لفرض حضورها في ملفات عدة وتعزيز تأثيرها وخصوصا في حل النزاع في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ العام 2011 فقد اشتكى متحدث باسم الاتحاد من تعرض الاتحاد الإفريقي لتجاهل منهجيا في الملف الليبي الذي تتولاه أساسا الأمم المتحدة قبيل مؤتمر برلين في يناير الماضي كما تسعى القمة إلى معالجة النزاع في جنوب السودان حيث وقع اتفاق سلام عام 2018 برعاية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا لكن تشكيل حكومة وحدة وطنية يؤجل باستمرار ويجد سد النهضة في إثيوبيا مكانا له بين أرويقة القمة ولسيما مع توصل الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان على السير قدما في اتفاق ملء وتشغيل السد كما تحيط بالقمة تطورات ملحة على الصعيد الدولي آخرها وأكثرها إلحاحا ملف كورونا الفيروس المستجد الذي ينتشر بسرعة ويخشى مسؤولون أن يجد الفيروس طريقا له نحو القارة الإفريقية التي تفتقر لإمكانات التصدي لتفشي وباء كهذا وتتزامن رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد الإفريقي مع شغلها مقعدا مؤقتا في مجلس الأمن الدولي ما يعطيها إمكانية إيصال صوت القارة للساحة العالمية ترجمة نانسي قنقر